رسائل تحذير أردنية من أعلى المستويات إلى إيران وإسرائيل لا تقرب الأجواء الأردنية فهي محرمة عليكم ولن تكون ساحة حرب لكم وسندافع عنها حماية للسيادة الأردنية ولأمن المواطنين يجب أن نعلم حقيقة أن الموقف الأردني نابع من مبادئ ومن مصالح الاستراتيجية الذي على المحاك هو الأمن الوطني الأردني جغرافيا الأردنية وضعتها في وضع صعب حقيقة في سياق المواجهة لحاصة الآن وفي سياق احتمالية التصعيد الموقف الأردني يركز على ضرورة وقف الحرب على غزة فهي أساس التهديئة وعنوان تخفيض التصعيد ودوائر صنع القرار في الدولة تجهد لتجنب الحرب الإقليمية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين الإدانة المجتمرة للسلوك الأدواني والمأزوم لبعض الطيف السياسي الإسرائيلي الذي يقتات على استمرار سفق الدماء وانتهاك سيادة الدول والانحدار إلى درك الاغتيالات السياسية المقيت والمدام والمرفوض بما فيه ما شهدناه من مساس بالسيادة اللبنانية وأيضا ما شهدناه من جريمة اغتيال وقعت على السيد سماعيل هنية في ظهران وهي الجريمة التي أدناها تراقب عمان تطورات الأوضاع في الإقليم تتواصل مع عواصم صنع القرار تجنبا لأي حسابات خاطئة لأطراف التصعيد أملا بتهديئة شاملة تخشى عمان على أمن واستقرار الإقليم وذلك حماية لمصالحها العليا واستمرار التصعيد سيؤدي حتما للانزلاق نحو حرب إقليمية وفق مراقبين وهو ما يحذر منه الأردن باستمرار نايف مشاقبة سكانيوز عربية عمان اشتركوا في القناة